ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال اجتماع اللجنة وضعت سياسات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي بداية الاجتماع عرب معالي الوزير عن تقديره لدور أعضاء اللجنة في تعزيز الجهود الوطنية وزيادة فعليتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما كان له بالغ الأثر في تبوء مملكة البحرين مكانة إقليمية ودولية متقدمة في هذا المجال وفي هذا السياق أشهد معالي الوزير باعتماد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المينفاف والذي عقد في مملكة البحرين وتقرير المتابعة المعززة الثالث لمملكة البحرين المتعلق بإجراءات وتشريعات حظري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع درجات الالتزام للتوصيات التي تم طرحها للتقييم والمراجعة إلى مستوى عال من الالتزام وأكد معاليه أن حصول مملكة البحرين على هذا التصنيف المتميز يعد إنجازا على المستوى عين القليمي والدولي ويعكس الجهود الوطنية واستنادها إلى أسس تشريعية وقانونية من شأنها تعزيز مكانة البحرين وسمعتها المرموقة فيما يتعلق بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مضيفا أن إصدار العديد من القوانين وتشريعات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه نتائج المتميزة من جهته أعرب الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على دعم معاليه جهود ومبادرات اللجنة مضيفا أن توجيهات معاليه كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق هذا الإنجاز العالمي المتميز مشيدا في الوقت ذاته بهذا الإنجاز الذي يعكز سعي مملكة البحرين لمواكبة التشريعات الحديثة الصادرة عن مجموعة العمل المالي واضحا أن نتائج التقرير تساهم في تعزيز السمعة المتميزة لمركز البحرين المالي والمصرفي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر